اشتركوا في القناة تمثيل دلتي الجيب وجيب التمام باستخدام التحويلات الهندسية تحديد خصائص دلتي الجيب وجيب التمام من تمثيلاتها البيانية التمهيد درست في الحصة السابقة التمثيل البياني لدالة الجيب الأساسية Y equals sine of X كيف يمكنك عزيز الطالب تمثيل هذه الدالة بالاعتماد على النقاط الأساسية؟ أحسنت بالاعتماد على الزوايا الربعية فالsine 0 equals 0 الإحداث Y لنقطة تقاطع ضل انتهاء الزاوية في الوضع القياسي مع دائرة الوحدة عين النقطة 0 0 والsine by over 2 equals 1 عين النقطة by over 2 1 والsine by equals 0 عين النقطة by 0 والsine 3 by over 2 equals negative 1 عين النقطة 3 by over 2 negative 1 والsine 2 by equals 0 عين النقطة 2 by 0 مثل الدالة بيانيا هذا هو الشكل العام لدالة الجيب الأساسية ضمن الدورة الواحدة وكرر في باقي الدورات وهل لهذه الدالة قيم قصوى؟ نعم لها قيمة عظمى equals 1 وتتكرر بشكل دوري ولها قيمة صغرى equals negative 1 وتتكرر أيضا بشكل دوري وأين يقع خط الوسط لهذه الدالة؟ أحسنتم في منتصف المسافة بين أعلى نقطة وأقل نقطة لهذه الدالة والذي معادلته هنا y equals zero وما هو مقدار السعة لهذه الدالة؟ أحسنتم السعة تساوي 1 وهي البعد بين خط الوسط وأقصى قيمة للدالة سواء كانت عظمى أم صغرى وما هو مقدار الدورة لهذه الدالة؟ أحسنت لقد لاحظت أن دورة دالة الجيب تقع على الفترة من zero إلى two by أي أن دورة دالة الجيب الأساسية هي two by أما درسنا لهذا اليوم فهو دالة جيب التمام وللتعرف على دالة جيب التمام قم عزيز الطالب بإيقاف الفيديو ثم أوجد قيمة جيب التمام لكل زاوية مما يلي واملأ جدول القيم استعدادا لتمثيل دالة جيب التمام الأساسية بيانيا عزيز الطالب هل أوجدت قيم جيب التمام لهذه الزوايا؟ تحقق من إجاباتك أحسنت ولتمثيل هذه الدالة ماذا ستفعل؟ ممتاز ستقوم بتعيين هذه النقاط على المستوى الإحداثي عين النقطة zero one ثم النقطة buy over six square root of three over two حيث buy over six تساوي 30 degrees أما square root of three over two تساوي تقريبا 0.87 عينها في المستوى الإحداثي أكمل تعيين باقي النقاط بنفس الطريقة ثم مثل هذه الدالة بيانيا دعونا أعزائي الطلاب نقف عند نهاية الدورة الأولى two buy لنلاحظ النقاط الأساسية عندما كانت x equals zero كان قيمة جيب التمام equals one وهو الإحداثي y لنقطة تقاطع ضلع انتهاء الزاوية بالوضع القياسي مع دائرة الوحدة ثم تناقصت قيم جيب التمام لتصبح zero عندما x equals buy over two الزاوية الربعية ثم تناقصت إلى أدنى حدودها لتصبح negative one عندما x equals buy الزاوية الربعية الأخرى ثم تزايدت قيم جيب التمام لتصبح zero عند x equals three buy over two ثم تزايدت قيم جيب التمام لتصبح one عند نهاية الدورة x equals two buy هذا هو الشكل العام لدالة جيب التمام ضمن الدورة الواحدة لاحظ أن الدالة جيب التمام بدأت وانتهت عند نفس القيمة وأن قيم y بدأت بالتكرار بعد أن تجاوزت قيم x two buy مثل الدالة بيانياً ولاحظ كيف أنها تعطي نفس القيم في فترات منتظمة لذلك هي دالة دورية دعونا نتعرف سوياً على خصائص دالة جيب التمام الأساسية f of x equals cosine x ما مجال وما مدى دالة جيب التمام أحسنت لقد لاحظت أنه بإمكانك تعويض جميع قيم x الحقيقية على الفترة المفتوحة من negative infinity إلى infinity أما بالنسبة للمدى فستجد أن قيم y محصورة بين أعلى قيمة وهي one وأدنى قيمة وهي negative one أي أن مدى دالة جيب التمام الأساسية محصور في الفترة المغلقة من negative one إلى one وهل هذه الدالة متصلة؟ نعم دالة جيب التمام متصلة على مجالها وهل هذه الدالة متزايدة أم متناقصة؟ أحسنت لقد لاحظت أنها كانت متزايدة ثم أصبحت متناقصة ثم عادت لتتزايد أي أن هذه الدالة متزايدة ومتناقصة بالتناوب في موجات دورية وهل هذه الدالة متناظرة؟ للإجابة على هذا السؤال عين نقطة على المنحنة ولتكون two by one مثلا إذا قمت باستبدال الإحداث x two by بnegative two by ماذا سيحدث للإحداث y؟ أحسنت لقد لاحظت أن الإحداث y بقي كما هو أي أن هذه الدالة متناظرة حول محور y أي أنها دالة زوجية وهل لهذه الدالة قيم قصوى؟ أحسنتم لها قيمة عظمى وتساوي one وهي تتكرر بشكل دوري ولها قيمة صغرى وهي negative one وتتكرر أيضا بشكل دوري وهل لهذه الدالة خطوط تقارب؟ أحسنتم ليس لها خط تقارب رأسي وليس لها خط تقارب أفقي وما هو مقدار دورة الدالة؟ أحسنت لقد لاحظت أن دورة دالة جيب التمام الأساسية على الفترة من zero إلى two buy أي أن دورة الدالة two buy وما هو مقدار سعة الدالة؟ ممتاز لقد وجدت أن البعد بين خط المنتصف وأعلى قيمة للدالة أو أدنى قيمة للدالة هو one أي أن سعة الدالة one وما هو السلوك الطرفي لهذه الدالة؟ أحسنت لقد لاحظت أن قيمة هذه الدالة تتراوح بشكل متواصل ما بين negative one وone وأنها لا تقترب من أي نهاية أي أن السلوك الطرفي لهذه الدالة limit cos x عندما x تقول إلى infinity و limit cos x عندما x تقول إلى negative infinity غير موجودتين المثال الثاني الصفحة الثامنة والثمانون A. أوجد السعة والدورة للدالة f of x equals 3 cos x B. أوجد السعة والدورة للدالة f of x equals negative sin 2 x الحل ما هو المطلوب الأول؟ أحسنتم إيجاد السعة والدورة لدالة f of x equals 3 cos x بيانياً ولإيجاد هذا المطلوب سنقوم بتمثيل هذه الدالة باستخدام التحويلات الهندسية وما هي مراحل رسم دالة ما باستخدام التحويلات الهندسية؟ أحسنتم أولاً رسم الدالة الرئيسة y equals cosine x ثانياً وصف وتحديد التحويل المطلوب ثالثاً تطبيق هذا التحويل على الدالة الرئيسة لإيجاد دالة f of x بعد التحويل لنبدأ الخطوة الأولى تمثيل دالة j بالتمام الأساسية ماذا ستفعل؟ أحسنت ستعتمد على النقاط الأساسية ابدأ بcos 0 equals 1 عين النقطة 0 1 ثم انتقل إلى cos pi over 2 equals 0 عين النقطة pi over 2 0 وبالاعتماد على الزاوية pi قم بتعين النقطة pi negative 1 وبما أن cos 3 by over 2 equals 0 عين النقطة 3 by over 2 0 وأخيراً cos 2 by equals 1 عين النقطة 2 by 1 مثل الدالة بيانياً هذا هو الشكل العام لدالة j بالتمام الأساسية ضمن الدورة الأولى من 0 إلى 2 by ثم كرر في الدورات الأخرى ومثل بيانياً وبعد رسم الدالة الأساسية ماذا يجب أن تفعل؟ أحسنت ستقوم بتحديد ووصف التحويل في دالة f of x يا ترى ماذا يمثل المعامل 3 في الدالة f of x equals 3 cosine x؟ أحسنتم يمثل تمدداً رأسياً للدالة الأساسية y equals cosine x بمعامل مقداره 3 ولإجراء هذا التحويل ماذا ستفعل؟ أحسنت ستقوم بضرب الإحداث y في الأزواج المرتبة بمعامل التمدد الرأس 3 لاحظ القيمة العظمى في الدالة الأساسية والتي تساوي 1 عند ضربها بمعامل التمدد الرأس 3 كم ستصبح؟ أحسنتم ستصبح 3 القيمة العظمى للدالة f of x وبنفس الطريقة القيمة الصغرى للدالة الأساسية كم تساوي؟ أحسنتم negative 1 وعند ضربها بمعامل التمدد الرأس 3 كم ستصبح؟ ممتاز سوف تصبح negative 3 وستصبح هذه هي القيمة الصغرى للدالة f of x بعد التحويل أما بالنسبة للعدد اللانهائي من أصفار الدالة فعند ضربه بمعامل التمدد الرأسي لن يتغير لأن قيمتها 0 مثل دالة f of x equals 3 cos x بعد التحويل لاحظ تمدد الدالة رأسيا مبتعدة عن محور x وبما أن السعة هي البعد بين خط الوسط وأقصى قيمة للدالة سواء كانت عظمى أو صغرى لذلك فسوف نحتاج لتحديد هذه العناصر على الدالة ما هي القيم القصوى لدالة f of x؟ أحسنت لدينا قيمة عظمى وتساوي 3 ولدينا قيمة صغرى وتساوي negative 3 وما هي معادلة خط الوسط؟ أحسنت y equals 0 حيث أنه يقع في منتصف المسافة ما بين أعلى نقطة وأدنى نقطة وبناء على ذلك فإن السعة تساوي 3 وما هي دورة هذه الدالة؟ أحسنت لقد لاحظت أن دورة 3 cos x على الفترة من 0 إلى 2π أي أن دورتها 2π الفرع b لإيجاد السعة والدورة لدالة f of x equals negative sine to x ماذا ستفعل؟ أحسنت ستقوم بتمثيلها بيانيا باستخدام التحويلات الهندسية وما هي خطوتك الأولى في هذه الحالة؟ أحسنت ستقوم بتمثيل الدالة الأساسية y equals sine x ولتمثيلها على ماذا ستعتمد؟ ستعتمد على النقاط الأساسية sine 0 equals 0 عين النقطة 00 ثم انتقل إلى الزاوية الربعية by over 2 sine by over 2 equals 1 عين النقطة by over 2 1 وبنفس الطريقة قم بتعين جميع النقاط الأساسية مثل الدالة بيانيا وكرر في جميع الدورات بنفس الطريقة والآن ما هي خطوتك الثانية؟ أحسنت ستقوم بتحديد التحويلات ومن ثم تطبيقها على الدالة الرئيسة يا ترى ماذا يمثل ضرب المخرجات في دالة f of x بـ negative 1؟ أحسنت يمثل إنعكاساً للدالة y equals sine x حول محور x ولإجراء هذا التحويل ماذا ستفعل؟ أحسنت ستقوم بضرب الإحداث y في الأزواج المرتبة بـ negative 1 وبما أن القيم العظمى هنا 1 فعند ضربها بـ negative 1 كم ستصبح؟ أحسنت سوف تصبح negative 1 وبما أن القيم الصغرى negative 1 فعند ضربها بـ negative 1 مرة أخرى كم ستصبح؟ ممتاز سوف تصبح positive 1 أما بالنسبة لأصفار الدالة فعند ضربها بـ negative سوف تبقى كما هي مثل الدالة بيانياً لاحظ التمثيل البياني للدالة بعد إجراء الإنعكاس حول محور x والآن ماذا يمثل المعامل 2؟ أحسنت يمثل تضيقاً أفقياً بمعامل مقداره half ولإجراء هذا التحويل ماذا ستفعل؟ أحسنت ستقوم بضرب الإحداث x في الأزواج المرتبة بمعامل التضيق الأفقي half لاحظ عندما x equals 0 عند ضربها بـ half تبقى 0 أما بالنسبة لـ buy over 2 فعند ضربها بـ half تصبح buy over 4 وبالنسبة لـ buy عند ضربها بـ half تصبح buy over 2 وكذلك الحال بالنسبة لـ 3 buy over 2 عند ضربها بـ half تصبح 3 buy over 4 وبالنسبة لـ 2 buy عند ضربها بـ half تصبح buy مثل الدالة ضمن دورتها الجديدة ماذا تلاحظ؟ أحسنت تلاحظ أن دورة الدالة f of x equals negative sine 2x هي نصف دورة الدالة الأساسية على الفترة من 0 إلى buy أي أن دورتها تساوي buy حيث أن ضرب المدخلات بالعدد 2 جعل هذه الدالة تكرر نفسها مرتين ضمن نفس الفترة للدالة الأساسية y equals sine of x مثل هذه الدالة بتكرارها ضمن الدورة buy هذا هو التمثيل البياني لدالة f of x equals negative sine 2x والآن لإيجاد الساعة ماذا تحتاج؟ أحسنت تحتاج إلى تعيين القيم القصوى وخط الوسط وما هي القيم القصوى لهذه الدالة؟ أحسنت لدينا قيمة عظمى تساوي 1 وقيمة صغرى وتساوي negative 1 وما هي معادلة خط الوسط؟ ممتاز y equals zero حيث أنه يقع في منتصف المسافة بين أعلى قيمة وأقل قيمة لهذه الدالة وبناء على ذلك كم تساوي سعة هذه الدالة؟ أحسنتم تساوي 1 وما هي دورة دالة f of x؟ أحسنت لقد لاحظت أن دورة هذه الدالة على الفترة من zero إلى buy أي أن دورتها buy والآن، بعد أن تعلمت إيجاد سعة ودورة الدالة بيانية هل بإمكانك أن تستنتج قاعدة حتى تتمكن من إيجادهما مستقبلاً جبرياً دون اللجوء إلى التمثيل البياني؟ لاحظ الفرع A عندما كان معامل التمدد الرأسي 3 كانت السعة 3 وفي الفرع B عندما ضربنا المخرجات ب-1 كانت السعة positive 1 أي أنه بإمكانك أن تعمل أنه إذا كانت دالة جيب التمام على الصورة f of x equals a cosine bx أو كانت دالة الجيب على الصورة f of x equals a sine bx فإن السعة تساوي absolute value of A ولاحظ مقدار الدورة في الفرع A يساوي 2π في حين الدورة في الفرع B تساوي π لاحظ أننا حصلنا على طول الدورة π من خلال قسمة 2π على absolute value of 2 التي هي معامل x وهنا ستلاحظ أننا حصلنا على طول الدورة 2π من خلال قسمة 2π على absolute value of 1 التي هي معامل x أيضاً أي أنه بإمكانك أن تعمم أن الدورة تساوي 2π over absolute value of b معامل x حاول أن تحل التمرين الرابع عشر الصفحة الرابعة والتسعون أوجد الدورة والسعة للدالة y equals 3 cosine to x عزيز الطالب أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك تحقق من صحة الحل إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم نرجو أن تكونوا قد استفدتم منه إلى اللقاء في درس جديد إن شاء الله شكراً لكم اشتركوا في القناة